أكبر إخفاق صحي في تاريخ المملكة المتحدة هكذا وصفت تقرير البرلماني استجابة الحكومة وعلمائها لتفشي فيروس كورونا وسلسلة الأخطاء التي ارتكبت في التصدي له وصفنا النهج الذي اتبع بالقاتل الحكومة تصرفت بناء على اعتقاد أن الفيروس مثل الإنفلونزا ويستحيل احتوائه بينما كانت دولا أخرى ككوريا وتايوان تحقق نجاحا كبيرا في تعقب المصابين وعزلهم وقد تأخرنا في فرض الإغلاق فاضطررنا فيما بعد لفرض ثلاثة إغلاقات بدلا من إغلاق واحد ويشير التقرير إلى تأخر كبير في فرض الإغلاق الأول وهو القرار الذي كان كفيلا بإنقاذ أرواح الآلاف لو كان قد صدر مبكرا كذلك يشير التقرير إلى أن فشل الحكومة في فرض قيود على السفر من بريطانيا وإليها تسبب في تصرب سلالات جديدة واتساع نطاق التفشي أما الخطأ الأهم فهو الاعتقاد لفترة طويلة بتحقيق مناعة القطيع باعتبارها هدفا يمكن الوصول إليه لقد التزمنا بالنصائح العلمية توزيع اللقاح ثم بأقصى سرعة كما أننا حمينا هيئة التأمين الصحي من ارتفاع عداد المرضى ولكن كذلك إذا كانت هناك دروس يمكن تعلمها فنحن مستعدون لذلك والتقرير لا يتطرق للسلبيات فحسب فهو يشير إلى نجاح برنامج التطعيم وكفاءة هيئة الخدمات الطبية في التعامل مع الفيروس واستيعاب الضغط الهائل الذي تعرضت له خلال ذروة التفشي أخطاء عديدة ارتكبت الكثير منها كان يمكن تلافيه عشرات الألاف من الأرواح فقدت الكثير منها كان يمكن إنقاذه هذه يفحو تقرير برلماني يتحدث عن ما يسميه أكبر إخفاق صحي في تاريخ المملكة المتحدة لكن التقرير بخلاف ذلك يتحدث عن ضرورة تعلم الأخطاء وعدم تكرارها أشف ساعد سكاينيوز عربية لندن